ترك تنضم إلينا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغضة درغام أهلا بك أستاذة راغضة معنا نبدأ أولا مما أوردته بوليتيكو بأن الرئيس بايدن غاضب وأحيانا هذه الاتصالات ما بينه وبين نتنياهو تصل إلى حد المشدات اليوم هناك تقارير أخرى تقول بأن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على هذه المسألة ما يجري على الأرض كل الأهداف التي يريد تحقيقها نتنياهو في مواجهات إيران وواشنطن تدرها أي من الرأيين تتفقين معه سيدة راغضة أو أي من التقارير تتفق معه أول شيء لا نكن واضحين بأن إدارة بايدن لا تريد أن تتبرد في حرب تجرها إليها إسرائيل مع إيران وبالتالي ما علمته هو أن إدارة بايدن تتصرف بحزم هذه المرة مع إسرائيل لتقول لها التالي لا ضرب للمنشآت النووية لأن ذلك سيؤدي بإيران إلى الرد وبالتالي ستخرج الأمور عن السيطرة وسندفع جميعنا الثمن والشعب الأمريكي لا يريد أن يتبرد في حرب من هذا النوع أو غيره مع إيران ثانيا ضربات للمنشآت النفطية لأن ذلك سيؤدي إلى صفاء أسعار النفط يعني سيطيح بحظوظ الديمقراطيين في السلطة وأوضحت إدارة بايدن ذلك إلى إسرائيل بأن عليها أن تكون حذرة من هذين الأمرين ما علمته ولأدري إن كان هنا تتوقف الأمور أو ستتغير هو أن الضوء الأخضر أعطي لإسرائيل لأن تقوم بعمليات انتقامية على الجبهة اللبنانية ضد حزب الله بالذات وهذا ما حدث من الأمس الضرات التي قامت بها إسرائيل يبدو أنها أيضا بتنوع من يعني تقطع أطرأس من إيران لأن تقدل أن لا تكون هي محط الضربات الإسرائية الانتقامية التي تخشي إسرائيل أيضا منها وليس فقط إيران الكل يفضل أن يكون الانتقام في حيث الأذرع الإيرانية وبذات اليوم والأمس في حزب الله في لبنان هل هذا يعني سيدة راغضة أو يؤكد أيضا ما جاء في تقارير أخرى بأن الرد الانتقامي كما يوصف بالتأكيد من قبل إسرائيل على صواريخ إيران سيكون فقط للأذرع وتحديدا غير لبنان في سوريا واليمن بالتأكيد لبنان هو الأهم لأن إسرائيل تريد أن تستكمل ما تعتقد أنه إطاحة كاملة بالقدرة العسكرية بنية تحتية لحزب الله وهي مستمرة في ذلك وهي تعتقد أن تلك أقوى ضربة تواجهها لإيران أكثر من سوريا واليمن ولكن الضوء الأخضر أعطيها لإسرائيل لتنتقم في الأذرع كما تفضلت إن كانت في سوريا أو إيران أو حتى العراق لربما المهم لإيران الآن هي أن لا تكون هي في واجهة الانتقام الإسرائيلي بالمباشر لأن ذلك سيضطر بها إلى الرد أيضا وسيكون هناك تورط أكثر فأكثر في العلاقة الأمريكية العلاقة الإسرائيلية الإيرانية التي لم تتطور أبدا إلى حرب جدية بين المباشرة ولذلك الحديث الآن على كلمة قواعد اشتباك الخطوط الحمراء كل ما إلى ذلك تم تجاوزه الآن سيدة راغدة بعد كل هذه التطورات وبالتالي اليوم التقديرات في واشنطن وواشنطن التي تريد التي ستذهب بالطبع إلى هذه الانتخابات هل سيطول الأمر وإلى أي مدى بحسب التقديرات ولا أي حدود في شكل هذا الصراع الإسرائيلية الإيرانية الأولوية الآن لواشنطن لإدارة بايدن هي أن لا يتم الانجرار إلى مواجهة مباشرة ما بين إيران وإسرائيل تضطر الولايات المتحدة أن تكون جزءا منها وهي في الحقيقة حازمة حتى الآن إنها تتصرب بحازمة في الوقت ذاته أن المشاورات مستمرة ما بين الأمريكيين والإيرانيين مستمرة حتى الآن عبر وسطاء في مختلف العواصم لإقناع إيران أيضا بالموافقة على أن تضرب مواقع لها عند البروكسيز عند الأذرع وليس كي تنتقم إسرائيل ويكون في الإمكان إقناع إسرائيل بأن لا تضرب إيران بالمباشر المشكلة أن نتنياهو صعب أن تنبؤ بما لديه ومن هنا إدارة بايدن أن يقوم نتنياهو بما يريد أن يقوم به ويجره إليه المشكلة أيضا لنتنياهو أنه قد لا يستطيع أن يفعل ذلك لماذا؟ في حالة أي تصعيد سيدة راغدة يعني بالتأكيد هناك دعم أمريكي دائم لإسرائيل وهنا يجب الفصل كما دائما يردد كثيرون ما بين الدعم لإسرائيل والدعم لنتنياهو نتنياهو لا يستطيع الذهاب إلى ما هو بعيد فيما يتعلق بإيران لأنه يحتاج هذا الدعم الأمريكي يعني حتى الصواريخ الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت الكثير من هذه الصواريخ وبالتالي يعني إلى أي مدى نتنياهو أيضا مكتوف الأيدي في أي طموحات لديه إلى أن يذهب بعيدا تماما 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 لأن أن يقوم نتنياهو بعمليات نوعية لضرب المفاعل المنشآت النووية الإيرانية أو لضرب المنشآت النفطية الإيرانية سيضطر لطلب المساعدة والتغطية المباشرة من الولايات المتحدة العسكرية يعني لا يستطيع لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بمفردها بمثل هذه العمليات والمهم الآن أن إدارة باديل تقول لا لن نفعل لن نمدكم بتلك القدرات صحيح نساندكم بالعسكرية إذا قامت إيران بشن حرب عليكم ولكن هذا لا يتطلب الآن في هذه المرحلة أن يكون الرد الإسرائيلي بدرب المنشآت النفطية أو النووية لذلك هناك شيء جديد يحدث وراء الكواليس وهو عزل الإصرار أمريكي على إبلاغ إسرائيل هي الإسرائيلية يبدو أن أمريكا الآن مصرة إدارة بايدن مصرة على أن لا يقوم بإسرائيل بدرب إيران ولذلك تقدم الأزرع لإسرائيل لتعود في مجال انتقامها من إيران وسنرى ماذا سيحدث في لبنان ولكن العمليات في لبنان مستمرة وسنرى إن كانت ستنشط الإدارة الأمريكية بحسبها هذه المرة مع إيران مع إسرائيل بموضوع إيران نحن نتابع وسنرى بالتأكيد إلى إين ستذهب الأمور فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي شكرا جزيلا لك من نيويورك كنت معنا مستشرة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغضة درغام شكرا لك